مرحبا أولا وسهلا فيكم معكم حمد جرامني من قناة جي تيك اليوم نعمل أنبوكسنج لجهاز اللي اسمه بوكو F3 من شركة شويامي واحد من الشركات المعروفة اللي مبيعاتها بالفترة الأخيرة وصلت لدرجات جدا جدا رايعة وجدا جدا خوية نعمل أنبوكسنج هيك للجهاز أوليش زي ما انتوا شايفين بيجي بعلبي باللون الأصفر زي ما انتوا هين شايفين في عنده هون طبعا بقلب هاي العلبي رح يكون في الكتابات هاتوا نحطها على جنب حاليا هون ولكمتو بوكو فاميلي أهلا وسهلا فيكم في عائلة بوكو يبدو أنه يعني البوكو هو يعني اسم اللي هو معروف في شركة شويامي أو أنه اسم قوي لأنه هاي مش أول جهاز باعرف عنه فيه بوكو إنما في كان عدة أجهزة بهذا الاسم وكانت أجهزة قوية يعني وناجحة صراحة بالذات السعر مقابل الأداء طبعا هذا هو الجهاز زي ما انتوا شايفين شاشة الجهاز حجمها 6.67 يعني نسبيا شاشة كبيرة أو مريحة للنظر والاستعمال بيجي باللون الأزرق زي ما انتوا شايفين هنا الكاميرات الصراحة موضوع الكاميرات جدا يعني كان كثير عجبني بذات أن الكاميرا نفسها كبيرة حجمها كبير فحسيت أنه ممكن تكون يعني جهدت الصورة فيها مليحة بنحكي عن 48 ميجابيكسل الكاميرا الخلفية زي ما انتوا شايفين عندنا هنا كمان الكاميرا الأمامية بتيجي مع عندنا هنا 20 ميجابيكسل اللي طبعا تستعمل AI أو الذكاء الصناعي هيك احنا شغلنا التليفون خلونا نشوف بالضبط هي طبعا أول مرة اهو كمان نقطة جهاز طبعا بدعم 5G فهاي كمان نقطة كثير كثير مهمة على أقل بالنسبة إلي بيجي مع المي و اتناس زي ما انتوا شايفين اللي هو اللانشر طبعا او الانرويد المعدل طبعا شويامي طبعا هون نختار اللغة اللي بدنا إياها ونختار الدول اللي انت عايش فيها وبالنسبة لالكيبورد كمان رأي نعمل نيكست 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 هون مش راه أعدل طبعا هون لازم نعلم ومنكمل زي ما انتوا شايفين هاي أول مرة أنا بشغل الجهاز بطلب مني أدخل سيم حاليا مش راه أحط سيم طبعا لازم نعمل كونيكت للوايفاي حاليا بدي أتخطى هاي المرحلة بنعمل أكسبت ونوافق على كل الطلبات طبعا بالآخر مش راه أعير حاليا الفينجر بريت ونسلوك سي كرين نشوف باقي الأشياء بالنسبة للجهاز سيت اوب كومبليت ممتاز طمام راح ياخذ أول مرة شوية وقت لحتى ما يخلص كل الموضوع سيت اوب وموضوع الانستوليشن فنتع نستنى عليه شوية اوكي هات نحط تلفون شوي عجنب ونشوف شو نكمل شو نشوف باقي الأشياء وشو موجود بالعلبة أنا هون زي ما انتوا شايفين في عندنا الأداة أو التول اللي ممكن عن طريقها أني أنا أفتح علبة السيم وأنا في عندك ستيكيرز لشركة بوكو أو لشركة شويامي للتلفون بوكو في عندنا هون طبعا كتيبات اللي ما حدا بكراها وفي عندنا هون إذا مش غلطان الأداة تبع التايب سي إما أنه الجهاز بيجي بدون وصلة ثلاث مقطة خمس مليمتر فبيجي معاه زي أداة من يو اس بي تايب سي لثلاث مقطة خمس مليمتر طب كان وحطوا النقطة لثلاث مقطة خمس مليمتر وخلص لا إيش يعني معطيني أداة بتر وكل هاي القصة تمام كثير تليفونات اليوم قاعد متتخلص من ثلاث مقطة خمس مليمتر يمكن بدون يحطوا يكون وصلة وحيدة اللي هي تايب سي لكل إشي لنقل الملفات للصوت طبعا لتوصيل الجهاز الكمبيوتر زي ما انتم شايفين هذا الشاحن أنا جبت النسخة طبعا النسخة الأوروبية اللي بيجي فيها طبعا الشارجر مع وصلة اللي هي أوروبية كابل التايب سي الكابل جودته عالية بتحس إنه ثقيل وخميل إنه يعني إش اللي هو جودة منيحة مش إش رخيص وهذا هو الشاحن الأصلي اللي بيجي مع الجهاز توقعت ألاك كمان هون زي كيس على الأقل هيك إشي بسيط وخفيف بس للأسف ما ألقيت يعني فضيت العلبة منيح بس ما ألقيت توقعت بحطه وعندنا هنا تشارجر زي ما احنا شايفين يعني آخر فترة تلفون يعني تشارجرز أو الشواحن تعوني الهواتف تقريبا حجمة زي تشارجرز تعوني اللابتوبس يعني جدا ضخم أوكي هات نرجع للتلفون إحنا ونشوف أول شي الشاشة جدا جدا ساطعة الشاشة عن جد جدا حلوة الألوان فيها حلوة بنحكي هنا إحنا عن شاشة اللي هي آموليد 120 هرتز HDR10 بلوس 1300 نتز حكينا الشاشة 6.67 إنش 85% نقطة 9 من حجم الشاشة الأصلية أوكي هاي هنا بعيدنا هنا القسم الأساسي زي ما احنا شايفين النظام راح أعمله أبديت ورح أخلي صورة للأبديت الجديد عنا هاي الكاميرا شوي لإني أنا حط ضوع جنب في الصورة شوي مش واضحة هون نعطي أكسس للكاميرا بالنسبة للوكيشن عسا استعرف يسجل وين الإشي موجود نعطي أوكي بالنسبة للكاميرا يا جماعة زي ما حكينا 48 ميجابيكسل بتصور 4K تشو كينا كمان بالنسبة للكاميرا في عنا الكاميرا الأساسية 48 في عنا كاميرا الألترا وايد تيجي 5 ميجابيكسل وفي عنا كاميرا اللي هي ماكرو 5 ميجابيكسل أنا شخصيا بحباش كثير ومستعملش كثير الماكرو أو بعوزهاش طبعا فيو فلاش HDR وبانوراما طبعا بصور 4K 30FPS والHD 30,60,120,42,960FPS اللي هو شيء جدا رائع يعني تقريبا يعني واو عن جد 960FPS تخيل قد يلسلو موشن ممكن يعني يتصور فيها هات نشوف شوي هيك الجهاز نقلب فيه ونشوف شو الأشياء الموجودة هون أنا حاليا بعد مش متصل بالإنترنت فأكيد مش راح يبين عندي كل هالثيمز والأحدث التحديثات وإلخب من هاي الشغلات هنا عنا الاتصال وعنا الاسم اس الرسائل الميوزيك صراحة يعني الهدف هون كان يعني عن جد أشوف كيف استجابة الجهاز هل هو سريع يعني طبعا الجهاز بعده ما فيش فيه وكثير برامج وفيش فيه وكثير أشياء ما ننساش كما أنه فيه ونحكي هون عن ثمانية رامو معالج سناب دراجون يعني جدا جدا جبار اللي هو سناب دراجون 870 5G يعني معالج جدا جدا قوي وراح يخدم يعني أنا من عشاق سناب دراجون من زمن النوت ثلاث أول هاتف جبتم مع سناب دراجون عنا هون جوجل طبعا مع الكيبورد اللي بتيجي معهن بصراحة التعامل مع الجهاز جدا مريح الجهاز مش ثقيل كثير مش إنه وزنه كثير ثقيل بالعكس وزنه جدا مكبول اللون الأزرق كثير حلو عليه بس بالآخر راح نحط كيس ومش راح يباين زي ما تشايفين هي صورة أقرب على الكاميرا على فلاش المنتحد في عنا هون السيم طبعا وفي عنا التايب سي والسماعات طبعا الجهاز من الجوانب هات نشوف إحنا نعمل أبديت للجهاز الحلو طبعا إنه مباشرة أو بنصح لكل يعني أي واحد بجيب تليفون جديد على محل يعمل أبديت الإشي ممكن يأخذ شوية وقت لحد ما يخلص لأنه الأبديت شوية ثقيل أو كبير أفكر 2 جيجا بايت أو أكثر حتى فبننخليه شوية يعمل أبديت رح نحط صورة للجهاز بعد الأبديت ورح أدخل كمان أنا كمان صور وفيديو من التليفون نفسه يعني صور اللي صورتها بالتليفون وأدخلها وممكن أحطها بعدين بالدسكريبشن أو أحكي عنها بشكل منفصل بعدين رح نشوف شو رح نساوي فنستنى حاليا أنت يخلص بس الأبديت أوكي يا جماعة باختصار هذا هو الجهاز هل أنا بنصح فيه نعم بنصح فيه النسخة اللي عندي زي ما حكينا سنابي دراجون 870 5G 8 جيجا بايت رام 256 استوريج أو التخزين نحكي عن بطارية 4520 ميلي أمبير بطارية جدا 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 حلوة زي ما حكينا الجهاز بي جي مع غوريلا جلاس 5 6 اليومenne ولكن ما أعلم شوو كيف يوجد الجهاز بجمع IP53 Dust & Splash Protection مش مي طبعا مش ان تحطه بالمي يجي عليه شوية مي اوكي نقاط مي والداست اللي هي الغبار حكينا عن الشاشة الروزالوشن الشاشة بتيجي 1080-2400 بيكسل جودتها جدا جدا حلوة امولاد زي ما حكينا النسخ اللي بتيجي 128-6 رام او 256-8 رام النسخ اللي عندي هي طبعا 59-8 حكينا عن الكاميرا استيريو سبيكر اللي بيجي مع 24-bit 192 هيرتز ما فيش اشي مميز عندنا طبعا الواي فاي بيجي مع ABGN وAC6 اشي حلو ما فيش اشي مميز طبعا اكيد جي بي اس NFC حسب بتعلق في البلد اللي انتجاب من هالتليفون او اي مواخذ النسخة اللي فيها فيه شغلة حلوة اللي هي فيه انفراريد بورت او فيه وصلة الانفراريد فهي شغلة حلوة حكينا تايب سي USB ON GO OTG Fingerprint طبعا وفيه كمان كل الخواصة الثانية الموجودة في التليفونات العادية فيه عندنا هنا Quick Charge حسب حكيهن انه بعبي بسرعة طبعا هذا هو بشكل عام الجهاز ممتاز افكر بالنسبة لسعره جهاز كثير منيح كثير مقبول هل بنصح فيه نعم بنصح فيه السعر مقابل الاداء الجهاز مش عاطل ابدا لشخص اللي بمش معني يدفع مبالغ خيالية على جهاز اللي هو قوي الجهاز مناسب للالعاب الاستعمال يومي ولو اكثير امور ثانية كان معكم حمد جراملي من قناة جيتك تحياتي